اشتركوا في القناة اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم فتوسل بالامام صلوات الله عليه فشاف الامام في المنام الامام اخذه وقرأ في اذنه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم قام الصبوح اجي الى بحث الشيخ شاف يفهم مطالب الشيخ انه تحول نظير هذه القضية قبل ما اتملها تنقل عن صاحب الرياض صاحب الرياض هذا بين قوسين وهو احد كبار علماء انه ما كان وارد في مباحث الجغرافية والفلك ما كان يعرفه ما كان قاري وقهاءنا يقرون عادة الجغرافية والفلك فوصل الى مباحث القبلة ما عرف شون يكتب مباحث القبلة فتوسل بالامام صلوات الله عليه فبعد ما توسل بالامام لعله رأى رؤيا مع الذكر جيدا ففي اليوم الثاني اجي شاف يعرف مباحث الفلك والجغرافية والقبلة وخطوط الطول والعارب وما اشبه ذلك فكتب قبل مئة وعشرين عام يقال افضل ما كتبه فقهاؤنا في مباحث القبلة ما كتبه صاحب الرياض ببركة توسله بالامام مع انه ما كان يعرف للجغرافية ولا الفلك المهم هذا الطالب توسل بالامام الامام قرأ في اذنه في المنام بسم الله الرحمن الرحيم اجي الى بحث الشيخ الانصاري شاف يفهم جيدا بعد كم يوم من حضوره اخذ يشكل على الشيخ يعني الشيخ يقول كلام هو يرد الشيخ في مباحثه في كلامه في يوم من الايام هو يشتبك مع الشيخ الانصاري في الكلام وفي الرد هذا منهج حوزاتنا العلمية فاخذ يرد الشيخ وكذا ويناقشه اياه وبعد ما كمل الشيخ اخذ جانب وقال له يا فلان الشيخ الانصاري قال له يا فلان ان الذي قرأ في اذنك بسم الله الرحمن الرحيم قرأ في اذني الى ولا الظالين فتعذب هذا الطالب لانه لم يكن حكى هذا المنام لأحد وانما كان سر بينه وبين امير المؤمنين من عرف الشيخ الانصاري هذا المنام وحقيقة الان شوف اكثر من 140 عام الشيخ الانصاري حاكم على كل الحوزات العلمية فقهة وصولة مطالبة الان روحوا الى قوم او اذهبوا الى النجا او الى بقية الحوزات العلمية كل يقولون قال الشيخ الانصاري كذا هذا ببركة شنو هو ببركة ذلك الذي قرأ يعني امير المؤمنين اللي قرأ في اذنه من بسم الله الرحمن الرحيم الى ولا الظالين حقيقة احنا مليئون بالحاجات الحاجات الدنيوية والحاجات الاخروية اذا واحد ما طرق هذا الباب فالذنب عليا الذنب عليا اذا الفقير ما اجا واستجدى الذنب على منو الذنب عليا قرق داكاه البواد تخسير صاحب خانة اذا الفقير هو ما اجا الذنب عليا اذا واحد ما طرق هذه الابواب في حاجاته الدنيوية والاخروية فالذنب عليه وكلما واحد يدعو اكثر ويتوسل اكثر ان ابراهيم لا اواه حليم اواه يعني الدعاء كان كثير الدعاء وكان يدعو انبياء الله الاولياء كثير الدعاء مو فقط في ايام المشكلة صارت عنده مشكلة صار عنده مريض صار عنده مثل الخسارة يدعو الله هالشهد الدعاء هذا بعيد عن الله دائما في الشدة والرخاء واحد يحاول ان يدعو الله ويطلب من الله ان يحل المشكلات الدنيوية والاخروية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة